اشتركوا في القناة 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 هدف من جانبي لياندرو تاومبا دبابة التعاون ومهاجمة وهدفة من سنوات والمتعلق معه يسجل في مرمى النصر هدفا ثانيا هدفا جعل شاموسكا يتأكد الجميع من هدف التعاون الثاني ام يشير الحكم الى الغاء واحتساب تسلل على لياندرو اللغة الأخيرة الحكم بعد العودة المار نعم كما توقعنا وجود تاومبا في مكان التسلل وبالتالي اصبحت مشتاعدة اكثر الليلة ثلاث نقاط ثمينة وثمينة للغاية الكورة على جيات اليسار بجانب هزازي ضغط علي بنائم اليحلي حلو على اليمين الغنام بكورة عرضية المين ليست لأحد سهلة بعد ذلك خطيرة الكورة وفرصة لكنها بعد ذلك الى روكريا من لاشي رونالدو من لاشي رونالدو كسب الكورة وكسب روكريا وكادا يكسب حتى ركل الجزائية شوفها مرة اخرى الكورة اللي كانت في المتناول عن حارس المرمى وبعد ذلك الى روكريا نصراوية روكريا نصراوية تسلل موجود في هذه اللقاء على لياندرو تسلل موجود على تاومبا لخل تاريسكا ومع دخوله يبحث عن هدف ثاني في هذه القمة كورة عرضية لكنها تبعد مجالة بدفاع لازالة خطيرة على مرتين وتاريسكا لكن التزيدة مرات كونسا موب تزيدة اخرى في الدفاع مرة اخرى خطيرة على ثلاثة رقاط ثمينة جدا هذا الموسم ام ينجح التعاون سبسال واداء جيد من عناصر التعاون تغيير ججال لعب طويلة للبحث عن تاومبا القوي جدا بدنيا تاومبا امام عبدالله العامري يبحث عن المرور تعثر لكن يقاتل يحافظ على كرة تالي لوحدة 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 لكن على عشرة عدى تاومبا وفرصة لمصاعته لمصاعة التعاون اي كرة اي كرة اي كرة مباراة صعبة للغاية لمسا تصل بعد ذلك الى تاليسكا بينيا الى كريسيانو رونالدو على جهة اليسار تحرك وجانبي تاليسكا رونالدو مرب وكرة يا الهي اي فرصة يا كريسيانو يا رونالدو لقطة الهدف بروعة كبيرة 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 اجمل كان في اللقطة ايضا مايلسون ردت فعا رهيبة من جانبي مايلسون التمريرة كانت من تاليسكا وين نالدوب وين نالدوب لقد راح ادراج الرياح التسديدة في منتر روعة اي توتر يا جماعة في المدرجات اي توتر عند اللاعبين ايضا مباراة صعبة للغاية ماشا ريبوف يحاول تمريره لبصاعة قصة متسديدة وكرة وامادو سجل لكن رونالدو متسلل ماذا سجل لك رونالدو متسلل في اللقطة رونالدو كان في مكان التسلل يشوف مرة اخرى تسديدة لويس عقيد اللقطة لتأكد ما اذا كان فيه تسلل على كريسيان ورونالدو ام لا ام لا ما اذا كان فيه تسلل ام لا اللقطة والحكم والانتظار رونالدو يطالب الحكم بالهدف لازلت المشاورات بين حكم اللقاء ومساعدة في غرفة الفيديو واخيرا تم اتخاب قرار حكم المباراة بعد العودة للفيديو بعد العودة للفيديو حكم اللقاء يشير الهدف من صراوي نعم اول اصابات اللي حدثت كاكو بلمسة على جيئة اليمين سبحان نابت كورة بثلث جبيل على جيئة اليمين تبقى لمساعة تعاون خاطئة من الدفاع وفرصة النابت وووو مش ممكن لقطة ولا رعا في منتال خطورة لكن داء الغر שהוא في اسمحان النابت يا الهي شوفها شوفها مين هذا قنار طيب خطعا فادحا صراحة نواف العقيد كان ذكي في خروجه ذكي جدا في خروجه في هذا التوقيت ونبدأ برو هيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة